اشتركوا في القناة ووضحت لكم عزائي التلاميذ يشمل تقريبا كل دروس الميدان ثاني المادة وتحولاتها ووضحت لكم التمارين الاكثر شهرة والاكثر تقديما من طرف الاساتذة قبل ان ابدأ في حل هذا الموضوع ما عليكم عزائي التلاميذ الذين لم تشاركوا بعث القناة ان تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم الدروس في وقتها وكذلك الضغط على زر اعجاب الفيديو حتى يصل الى اكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعوم الفائدة ان شاء الله وايضا سأضع لكم رابط تحميل هذا الموضوع اسفل هذا الفيديو اي في صندوق الوصفة حتى تستطيعوا اعزائي تحميله وايضا المحاولة فيه ومن ثم الرجوع الى الفيديو ومتابعة الحل معي حتى تقارن حلكم مع الحل الذي سأضعه امامكم نبدأ على بركة الله ابت من الاول توجد المادة في الطبيعة على شكل ثلاث حالات صلبة سائلة غازية اذا واحد صنف المواد التالية في الجذول ماء عصير جليد ملح الخل غاسوني اوكسيد كربون حديد الثلج هواء بدأنا الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية من بين هذه المواد ايهم تكون في الحالة الصلبة وايهم تكون في الحالة السائلة وايهم تكون في الحالة الغازية اذا نبدأ اولا بالماء الماء نحن نعلم بانه يكون سائل اذا نكتبه في الحالة السائلة نكتب ماذا نكتب ماء عصير العصير ايضا يكون في الحالة السائلة اذا نكتب عصير حالة سائلة دائما عصير جليد الجليد يكون في الحالة الصلبة مثل الذي هو في الصورة الجليد اذا الجليد حالة صلبة نكتب جليد ملح نحن نعلم بأن الملح أو ملح الطعام يكون في الحالة الصلبة بالرغم أنه يكون على شرفتات ولكن حالة صلبة إذن ملح الخل يكون سائل غاز ثنائي أكسيد الكربون غاز ثنائي أكسيد الكربون بما أنه يبدأ بكلمة غاز إذن حالة غازية ثنائي أكسيد الكربون يليه حديد الحديد كيف هو الحالة الصلبة إذن الحديد ثم الثلج الثلج عندما يتسقط الثلج يكون في الحالة ماذا؟ في الحالة الصلبة مثله مثل الجليد مثله مثل الجليد إذن الثلج الحالة الصلبة الهواء كيف هو غازي إذن الهواء حالة غازية جيد الآن أكمل المخطط التالي ركزوا جيداً أعزائي تلمين لدينا مخطط فيه ثلاث صور وفيه هنا كتبت حالة غازية الحالة الثانية إذن الماء هنا وضع في كأس على شكل ماذا؟ على شكل سائل إذن نكتب حالة سائلة وهنا حالة كيف هي كما نلاحظ الماء على شكل جليد إذن حالة صلبة حالة صلبة الآن ركزوا في السهم أعزائي تلمين من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة الجليد ماذا؟ أو كيف يسمى التحول الفيزيائي الذي يطرأ عليه حتى يصبح في الحالة السائلة إذن يسمى الإنسهار أو الذوبان الذوبان إذا كانت درجة حرارة قليلة أما الإنسهار إذا كانت درجة حرارة عالية إذن نكتب إما ذوبان أو إنسهار إذن نكتب ذوبان أو إنسهار الآن من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يجب أن نأخذ هذا الكأس الذي به ماء ونضعه في الثلاجة إذن كيف نسميه بالتجمد إذن التجمد إذن الحالة الفيزيائية تسمى التجمد الآن من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية الماء عندما يكون سائل ماذا يرزمه حتى يشبه غازي؟ إذن يرزمه درجة حرارة عالية معناها التسخين وكيف يسمى هذا التحول الفيزيائي؟ يسمى التبخر التبخر الآن من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة يسمى التكاثف ما معنى كلمة تكاثف التكاثف أن نضع إما صفيحة زجاجية باردة أو أي شيء بارد فوق هذا البخار أو فوق البخار الذي يتصعد من الكأس نضع فوقه صفيحة زجاجية باردة فنلاحظ تشكل قطارات مائية في الصفيحة الزجاجية ومن ثم نضع كأس آخر فنلاحظ تشكل الماء من جديد على شكل قطارات إذن هذا يسمى بالتكاثف ننتقل الآن إلى ثلاثة ما هو العامل المؤثر في التحولة الفيزيائية السابقة ما هو العامل المؤثر في الذوبان وفي التبخر وفي التجمد وفي التكاثف إذن هو درجة الحرارة إما بالزيادة أو بالنقصان معنى إما ارتفاع درجة حرارة أو انخفاض درجة الحرارة إذن والعامل هو درجة بكل بساطة درجة الحرارة جيد التمرين الثاني الآن التمرين الثاني الأكمل للجدول التالي لدينا مقدار فزيائي الرمز الوحدة وأداء القياس أول مقدار فزيائي الكتلة الكتلة بالفرنسية ماس الرمز إذن نأخذ الحرف الأول أم ماس الوحدة المستعملة لحساب الكتلة لحساب الكتلة لدينا وحدة دولية وهي القرام من مضاعفتها ماذا؟ من مضاعفتها الكيلوغرام إذن نكتب إما القرام أو الكيلوغرام أداء القياس الكتلة نقصها بماذا؟ بميزان إذن ميزان جيد الآن المقدار الفيزيائي مجهول الرمز لدينا V ماذا نعني بV إذن V هو الحجم volume الحجم ما هي الوحدة المستعملة لقياس الحجم إذن لدينا الليتر من أجزائه الميليليتر وأيضا السنتيمة المكعب إذن نكتفي بكتابة الليتر الآن ما هي أداة القياس ما هي أداة القياس لقياس الحجم إذن يمكننا أن نكتب له إناء مدرج أو كأس مدرج إناء مدرج أو كأس بيشر لأن الكأس بيشر ما هو إلا إناء مدرج ما هو إلا إناء مدرج الآن الكتلة الحجمية ما هو رمزها الكتلة الحجمية رمزها وروق إذن يكتبوا هكذا وروق وحدتها لديها عدة وحدات إذن الوحدة الشائعة هي القرام على المليلتر لماذا؟ لأن الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم الكتلة بماذا؟ بالقرام والحجم بماذا؟ باللتر أو المليلتر إذن تكون القرام على المليلتر معناها الكتلة على الحجم إذن وحدتها القرام على المليلتر وآذة القياس لا يوجد لأن الكتلة الحجمية يلزمون قياس كتلة أولا وقياس الحجم ثانيا الآن في السطل الذي يليه لدينا محرار آذة القياس المحرار ما هو المقدار الفيزيائي الذي نريد أن نقيسه بالمحرار إذن هو درجة الحرارة ما هو رمزها رمزها التك ماجيسكين ما معنى تك؟ تومبيراتير تومبيراتير إذن تك ما هي وحدتها إذن درجة مئوية تكتب هكذا الدرجة المئوية الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه أذكر الطريقة المستعملة لقياس حجم الشكلين الموضحين في الوثيقة التالية إذن لدينا الشكل الأول ولدينا الشكل الثاني إذن الشكل الأول ما هي طريقة المستعملة لقياس حجمه إذن هذا الشكل لدينا هنا جسم منتظم الشكل أي جسم هندسي وهو متوازن مستطيلات إذن لقياسه نستعمل علاقة إذن علاقة لقياس الحجم نستعمل علاقة رياضياتيق رياضياتيق ولا نقول رياضيه معناها الرياضة رياضياتيق ما هي الطول في العرض في الارتفاع إذن في آل في آش معناها أوتر أو نكتبها بلغويا الطول في العرض في الارتفاع الآن عندما يكون لدينا شكل مثل هذا مثل هذه الصخرة إذن هذا شكل غير منتظم الشكل وليس له شكل هندسي إذن ماذا نستعمل؟ نستعمل طريقة الغمر وطريقة الغمر تحتمد على العلاقة V تساوي V2-V1 ما معنى هذا؟ الحجم الخاص بهذه الصخرة يساوي الحجم الثاني الذي نقرأه بعد أن نغمر هذه الصخرة في كأس مدرج مثلا نغمرها في كأس مدرج إذن سأرسم لكم مثال إذن لدينا كأس أو أنبوب مدرج إذن هذه التدريجات وبه حجم الماء مثلا هنا بالمليلتر مثلا نقوم بوضع الصخرة داخله ماذا سيحدث لي؟ السطح الحر للماء إذن سيرتفع السطح الحر للماء سيرتفع السطح الحر للماء مثلا سيصل إلى هذه التدريجة إذن مثلا سيرتفع من هنا إلى هنا إذن هذه الزيادة أو هذا الاتفاة هو حجم الصخرة إذن سنضع الصخرة هنا في هذا المكان وبالتالي V حجم الصخرة ماذا يساوي؟ يساوي V يساوي V2 الحجم الثاني الذي قرأناه نقرأه من هنا بشرط أن تكون الرؤية مباشرة مع السطح الحر أو مقابلة لها مباشرة وهذا الحجم الأول وهذا الحجم الأول في واحد إذن فيما يساوي V2 نقص في واحد وشرحت لكم هذا الكلام في الدروس الماضية الوضعية الإدماجية الآن الوضعية الإدماجية وهي وضعية مهمة وجدت أو عفواً وجدت عفاف خاتم في الطريق فأرادت أن تعرف المادة المصنوعة منها واحد وضعت الخاتم على الجهاز المقابل إذن هذا هو الخاتم واحد تسمي الجهاز المقابل إذن ما هو الجهاز المقابل وكلكم تعرفونه تجدونه عند الخضار إذن هو ميزان هل هو إلكتروني؟ لا إذن ميزان ذو كفتين ذو كفتين لدينا ميزان إلكتروني بحيث يكتب لنا القيمة مباشرة ولدينا ميزان ذو كفتين أحسب الكتلة إذن لحساب الكتلة كتلة الخاتم لدينا هنا كتلتين لدينا كتلة الأولى 100 جرام كما نلاحظ ولدينا هذا عيار يسمى عيار إذن عيار 100 جرام وعيار 5 جرام إذن ماذا نفعل حتى أن نجد كتلة الخاتم بما أن الميزان في حال التوازن إذن نقوم بجمع 100 زائد 5 إذن كم تساوي إذن كتلة الخاتم أهم كم تساوي 100 زائد 5 وتساوي 105 ماذا 105 جرام مباشرة نقوم بجمع الكتل الموجودة أو قيمة العيار الموضوع في الكفة الثانية الآن ثم وضعت الخاتم في مخبار مدرج أو وعاء مدرج أو بيشر فيه الماء إلى التدريجة معناه كان عندما كان في حال أولى كان في تدريجة 100 مليلتر فارتفع إلى تدريجة 110 مليلتر الكلام الذي شرحته لكم سابقا كان في تدريجة 100 مليلتر ارتفع إلى 110 مليلتر كيف نسمي طريقة قياس حجم الخاتم إذن طريقة التي تكلمنا عنها طريقة الغمر لأنها غمرت الخاتم في هذا المخبار مدرج أحسب حجم الخاتم بالمليلتر ماذا نفعل؟ إذن V القانون الذي تكلمت عنه يساوي V2 ناقص V1 ويساوي V2 كم؟ معناه الحجم الثاني 110 ناقص 100 وهو حساب بسيط 110 ناقص 100 كم؟ إذن 10 10 ماذا؟ 10 مليلتر لأن القيمة قدمت لنا بالمليلتر الآن ثلاثة وجدت عفاف جدول فيه الكتلة الحجمية لبعض العناصر إذن المادة الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية هنا وضعت بالقرام على السنتيمتر مكعب جيد؟ إذن لدينا الحديد 7.8 لدينا الفضة 10.5 لدينا الذهب 19.3 معناه كتلة الحجمية والنحاس 8.9 إذن ماذا نفعل الآن؟ إذن واحد أحسب الكتلة الحجمية للخاتم لحساب الكتلة الحجمية الخاتم لدينا قانون نطبقه إذن القانون يقول رمز الكتلة الحجمية ماذا يساوي؟ الكتلة الحجمية اسمنا على مسمى معناها الكتلة على الحجم الكتلة هي أم رماص قسمة الحجم ما هو في إذن أم على في وتساوي الكتلة قمنا بإيجادها سابقا 105 جرام ركزوا جيدا 105 جرام من الأفضل أن نكتب الوحدة قسمة الحجم كم وجدناه؟ 10 مليلتر 10 مليلتر قم بجلب آلة حسبة لأنها مسموحة مسموحة عليكم استخدامها 105 قسمة ماذا؟ 10 قسمة 10 كم تساوي؟ 10.5 ركزوا جيدا 10.5 10.5 ماذا؟ جرام على المليلتر جرام على المليلتر والجرام على المليلتر هو نفسه الجرام على السنتيمت مكعب هذا لي لأن 1 جرام على المليلتر يساوي 1 جرام على السنتيمت مكعب نفس القيمة إذن ويساوي أيضا 10.5 قرام على السنتيمت مكعب لأنها نفس الوحدة إذن الآن استنتج المادة المصنوعة منها الخاتم حتى نستنتج المادة التي صنعت منها الخاتم نقارن الكتلة الحجمية التي وجدناها بالكتلة الحجمية الموجودة في الجدول إذن أين هي 10.5؟ إذن الفضة هي 10.5 قرام على السنتيمت مكعب إذن المادة المصنوعة منها الخاتم هي الفضة إذن المادة المصنوعة منها الخاتم المادة هي الفضة كتعليل لأن الكتلة الحجمية للخاتم هي نفسها الكتلة الحجمية لماذا للفضة هنا لم يطلب من التعليل هنا نكتفي بكتابة المادة المصنوعة منها الخاتم هي الفضة لأن الكتلة الحجمية للخاتم هي نفسها الكتلة الحجمية للفضة وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا شرف واضح وبسيط وما عليكم أعزائي التلميذ إلا الاشتراك في القناة حتى تصلكم كل الفروض والنماذج المخترحة وشرح الدروس ولا تنسوني أعزائي التلميذ من صالح دوايكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته